اشتركوا في القناة بطبيعة الحال لكن سوف نتعرف على كيف يمكنك تنقية الصوت وكذلك كيف يمكنك إضافة لها بعض المؤثرات الصوتية التي سوف تجعل نبرة الصوت رائعة جدا وإن كنت تقوم بتعليق صوتي فسوف يصبح هذا التسجيل رائع جدا كل ما سوف نحتاج إليه هو برنامج Audacity برنامج متوفر لكل أنظمة Windows, Linux, Mac سوف تجي الضرابة تحميله لكل هذه الأنظمة أسفل هذا الفيديو وبرنامج مجاني لا يحتاج إلى التفعيل ولا أي شيء من هذا القبيل كما أنه سهل في الاستخدام وسوف تتعلم له بعد مشاهدتك هذا الفيديو وسوف تصبح تقوم بعمل صوت احترافي وستلاحظ ذلك وسوف نقوم بمعاينة صوت قبل وبعد وهكذا إذن لدينا هنا بعض الأزرار هنا كما تشاهدون معي هنا زر الخاص بالتسجيل عندما تريد تسجيل صوتي خاص بك فتضغط هنا ثم هنا لدينا زر يعني تشغيل بلاي ثم زر بوز هنا هذا الزر عندما تنتهي من التشجيل تضغط عليه ثم هنا أزرار يعني للذهاب إلى أول المقطع ولذهاب إلى آخره كما تشاهدون معي ثم هنا لدينا صوت المايكروفون كيف تجعل صوت المايكروفون وهنا لدينا الصوت الخاص يعني بالسماعات أو بالسبيكرز كما تشاهدون معي هنا سوف تختار المايكروفون الذي سوف تسجيل به ثم هنا تجعلها ستيريو دائما يجب دائما أن تكون ستيريو ثم هنا السماعات التي سوف تستمع من خلالها إلى الصوت بعد تسجيله وعندما تريد أن تقوم بالتعديل عليه ثم لدينا هنا بعض الأزرار الأخرى كما تشاهدون معي هذه الأزرار سوف نتعرف على بعضها كيف يمكنك استعمالها ثم هنا يمكنك أن تقوم بإحضار الملفات ثم حفظها سوف نتعرف على ذلك بعد قليل إذن كما ذكرت يمكنك الضغط هنا ثم بعد ذلك التسجيل وتسجيل أي مقطع تريده أنا لا أريد الآن تسجيل أي مقطع صوتي لأنني قد سجلته مسبقا وللإشارة فيجب عليك أن تصمت يعني ثانيتين أو ثلاثة واني بدون أن تتكلم حتى نستطيع إزالة التشويش إذن أولا سوف نتعرف على أنا كيف أقوم بتعديل الصوت الذي أسجله من خلال المايكروفون الخاص بـ M800 أي إن كان لديك مثل هذا المايكروفون أو أي مايكروفون آخر يمكنك أخذ فكرة على طريقة تعديل على صوت هذا المايكروفون كما سوف نتعرف على تعديل مايكروفون أو تعديل صوت مسجل من مايكروفون كمايكروفون الهاتف يعني أو مايكروفون السماعات كما كنت أفعل ذلك سابقا إذن سوف أحضر من هنا ملف صوتي أضغط على Open ثم بعد ذلك فسوف أحضر التشجيل الذي قمت به إذن سوف أغلق البرنامج من هنا أو النفذة الفارغة أضغط على No ثم بعد ذلك سوف أترك هذا المقطع لكي أقوم بالتعديل عليه إذن كما تشاهدون معي فقد صمت هنا ثانيتين تقريبا حتى أستطيع إزالة التشويج الآن دعنا نستمع إلى الصوت ثم بعد ذلك أعود إليكم ثم بعد ذلك السلام عليكم متابعي قناة زيمولي التقنية مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إذن كما سمعتم فهذا هو الصوت بدون أي تعديلات وما إلى ذلك الآن سوف نقوم بإزالة التشويج أنا صراحة أفضل أن أقوم بإزالة التشويج حتى أضيف المؤثرات الصوتية لكن إن أردت فيمكنك أن تزيل التشويج قبل ذلك ولذلك فسوف تذهب إلى المقطع الذي سمت فيه ثم بعد ذلك تضغط على إفكت بعد الضغط على إفكت تختار نويز ريداكشن تضغط على جيت نويز بروفايل الآن فتم أخذ نويز أو التشويج الموجود في هذا المقطع الذي اخترناه الآن نضغط مرتين حتى نقوم باختيار كل المقطع الصوتي بعد ذلك نضغط على إفكت ثم نويز ريداكشن وبعد ذلك تقوم بالتعديل هنا على نويز ريداكشن ثم السنسيفيتي والفريكوينتي بعد ذلك تضغط على بريفيو إن ظهرت لك هنا بعض الدبدبات يعني ما زالت هناك بعض التشويج فقوم بإضافة هنا قليلا ثم هنا قليلا وهنا قليلا كذلك لكن أنا دائما أقوم باستعمال هذه المقييس كما تشاهدون معي بعد ذلك تضغط على أوقي كما ذكرت فأنا لن أقوم بهذه العملية الآن حتى أنتهي من إضافة المؤثرات إذن أول مؤثر سوف نقوم به هو هذا نضغط على إفكت بعد ذلك نذهب إلى كومبريسور بعد الضغط على كومبريسور فتقوم بالتعديل على هذا الخيار تعدله يعني تضعه ما بين العشرين والعشرين بعد ذلك تضغط على بريفيو والمكان الذي سوف تجد فيه صوتك ملائم سوف تجعله هكذا مثلا أنا ساليب 18 جيد بنسبتي إلي أضغط على أوكي ثم بعد الضغط على أوكي سوف نضغط على إفكت مرة أخرى نضغط على إكواليزيشن ثم بعد ذلك نختار باس بوست ثم أوكي ثم بعد ذلك إفكت ثم إكواليزيشن مرة أخرى الآن نختار من هنا تريبل بوست نضغط على أوكي إذن الآن كما تشاهدون تم إضافة كما تشاهدون معي بعد التأثيرات الآن سوف أقوم بإزالة تشويش الموجود هنا على سبيل المثال أختار المقطع الذي كان فيه تشويش يعني لم أتحدث فيه أضغط على ثم أقوم بإزالة التشويش بالضغط على ثم أوكي بعد ذلك كما تشاهدون معي فتم إزالة التشويش وكما سوف تسمعون الآن الصوت يعني معدل بشكل جيد لكن قبل أن نستمع إلى الصوت فدعنا نتعرف على بعض الأدوات هنا إذن لدينا هنا زر للرجوع إن أردنا أن نتراجع على الخطوة التي قمنا بها يعني مثلا أضفنا هنا نويز ريداكشن إن أردنا أن نرجع يعني ونحذفها فيمكننا الرجوع ولدينا العكس هنا كما تشاهدون معي مثلا هنا تنفست في هذا المكان مثلا أضغط هنا حتى أزيل يعني وأجعل هذا المقطع سايلنس يعني في هذا المكان أجعله صامت ويمكنني كذلك أن أضغط على جينيريت ثم سايلنس حتى أجعله صامت أضغط على أوكي وسوف يتم جعله صامت في هذا المكان بعد ذلك كذلك يمكنك أن تقوم بحدفه بالضغط على ديليت في الكيبورد وهكذا كما تسمعون إذن الآن سوف أزيل هذا المقطع وسوف أزيل كذلك هذا المقطع من هنا وكما تشاهدون في الآن الصوت جاهز سوف أترككم تستمعون إليه ثم سوف أعود إليكم السلام عليكم متابعي قناة زيمول التقنية مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إذن هذا كان هو التعديل على صوت المايكروفون الآن سوف نتعرف على كيف يمكنك التعديل على صوت المايكروفون الخاص بالهاتف أو بالسماعات يعني مايكروفون ليس احترافيا سوف نضغط على open الآن وسوف أقوم بإحضار تسجيل صوته سجلته من خلال المايكروفون الخاص بالهاتف إذن الآن كما تشاهدون معي فقد أحضرته سوف أترككم مع المعاينة السلام عليكم متابعي قناة زيمول التقنية ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إذن ثم بعد معاينة هذا المقطع الآن سوف نطبق عليه بعض التأثيرات التي لن تكون يعني بعيدة عن تأثيرات الأولى لكن فقط سوف نضيف بعض المؤثيرات التي تناسب هذا المايكروفون إذن فسوف نذهب إلى المكان الذي صمتنا فيه الآن أنا أفضل عندما أعدل على صوت المايكروفون الخاص بالهاتف أن أقوم بتطبيق Noise Reduction قبل تطبيق الإفكت الأخرى إذن نضغط على Get Noise Profile ثم بعد ذلك Effect Noise Reduction ثم OK كما ذكرت فيمكنك التعديل على بقي الخيارات بعد ذلك فسوف نضغط على Effect الآن نركز معي جيداً سوف نضغط على Compressor بعد ذلك كما ذكرت فتقوم بالتعديل هنا على حسب الصوت الخاص بك ستضغط على Preview إن أردت أن تستمع ونضغط على OK بعد الضغط على Compressor نضغط على Effect الآن لا نضغط على Equalization بل نضغط على Pass and Treble في الباس تجعلها 3.9 Treble تجعلها 4.0 ثم Level DB ناقص 1 بعد ذلك هنا سوف تكون مفاعلة تتركوها هكذا يمكنك الضغط على Preview للاستماع ونضغط الآن على OK إذن بعد تفعيل الباس and Treble سوف نذهب الآن إلى Equalization ثم بعد ذلك Pass Boost OK ثم بعد ذلك Effect بعد ذلك مرة أخرى Equalization الآن Treble Boost بعد ذلك نضغط على OK بعد الضغط على OK فسوف نضغط على Effect بعد ذلك نضغط على Normalize ثم بعد ذلك نتركها كما كانت ونضغط على OK بعد ذلك Effect ثم بعد ذلك Limiter وبعد ذلك تضغط هنا على Hard Limit تجعلها هنا سالب أربعة بعد ذلك يمكنك الضغط على Preview نضغط الآن على OK بالنسبة للخطوتين هاتين Normalize و Limiter فيمكنك أن لا تقوم بهما لكن أنا أفضل أن أقوم بهما إن لاحظت أن الصوت يعني تم خفض الصوت وما إلى ذلك فسوف نضغط على المقطع دائما ونضغط على Effect الآن سوف نسعد قليلا ونضغط على Amplify بعد ذلك تضيف قليلا مثلا هنا أربعة نضغط على OK بعد ذلك كما تشاهدون تم تضخيم الصوت قليلا إذن الآن كما ذكرت فسوف أزيل هذا المقطع من هنا بالضغط على Keyboard سوف أزيل كذلك هذا المكان تنفست فيه يمكننا كذلك أن نقوم بعمل Silence لكن أنا سوف أزيله على العموم وسوف أزيل كذلك هذا المقطع بعد ذلك أضغط على File ثم بعد ذلك Export Audio ثم بعد ذلك أستطيع أن أقوم بحفظي سوف أسميه ما أريد بعد ذلك هنا تختار الصيغة التي تريدها بالنسبة لصيغة MP3 والM4A فيتطلب منك تحميل بريمج صغير ليس بريمج بل فقط أداة يمكنك تحميلها من خلال الرابط الخاص بها إذن سوف نضغط على Save بعد الضغط على Save نضغط على OK إذن الآن سوف نستمع إلى الصوت الخاص بهذا التشجيل السلام عليكم متابعي قناة زيمو للتقنية ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إذن كما سمعتم فكان هذا هو الصوت وأكدن نستطيع التعديل على التشجيل الصوت الخاص بنا فإن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى دعمي بالضغط على الزر لايك كما لا تنسى مشاركتي مع أصدقائك حتى تعمل فائدة ولا تنسى كذلك الالتحاق بعلى صفحة الاجتماع فيسبوك وغوك بلس كما لا تنسى الاشتراك في قناتي وتفعيل ميزة الجرس للتوصل بكل فيديوهات التي أقوم بنشرها كنت معكم أنا إيهاب من قناة ومدونة زيمو للتقنية دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة